تعرف معنا على نتائج مباريات الدور الإنجليزي الممتاز اليوم السبت الموافق 18 مارس 2023 وجدول ترتيب الدور الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء مباريات اليوم في بداية الفيديو أرجو من حضراتكم الضغط على زر لايك أسل الفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد يوميا حيث أقيمت اليوم خمسة مباريات بالدور الإنجليزي الممتاز بالجولة 28 ونتائجها كالتالي المباراة الأولى أستون فيلا ضد بورنموس انتهت بفوز أستون فيلا بنتيجة 3-0 المباراة الثانية برينتفورد ضد ليستر سيتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 المباراة الثالثة ساوس هامتون ضد توتنهام هوتسبور انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3 المباراة الرابعة وولفر هامتون ضد ليتز يونيتد انتهت بفوز ليتز يونيتد 4-2 المباراة الخامسة تشيلسي ضد إيفرتون انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 وجاء جدول ترتيب الدور الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء مباريات اليوم كالتالي بالمركز الأول أرسنل برصيد 66 نقطة حيث لعب أرسنل حتى الآن 27 مباراة فاز في 21 مباراة وتعادل في ثلاثة مباريات وخسر في ثلاثة مباريات بالمركز الثاني مانشستر سيتي برصيد 61 نقطة بالمركز الثالث مانشستر يونيتد برصيد 50 نقطة بالمركز الرابع توتنها موتسبور برصيد 49 نقطة بالمركز الخامس نيوكاسل يونيتد برصيد 47 نقطة بالمركز السادس ليفربول برصيد 42 نقطة بالمركز السابع برايتون برصيد 42 نقطة بالمركز الثامن برانت فورد برصيد 42 نقطة بالمركز التاسع فولهم برصيد 39 نقطة بالمركز العاشر تشيلسي برصيد 38 نقطة بالمركز 11 أستونفلا برصيد 38 نقطة بالمركز 12 كريستال بلس برصيد 27 نقطة بالمركز 13 ويلفرهانتون برصيد 27 نقطة بالمركز 14 ليتز يونيتد برصيد 26 نقطة بالمركز 15 إفرتون برصيد 26 نقطة بالمركز 16 نوتنجام فورست برصيد 26 نقطة بالمركز 17 ليستر سيتي برصيد 25 نقطة بالمركز 18 وستامي نايتد برصيد 24 نقطة بالمركز 19 بورنموس برصيد 24 نقطة بالمركز 20 ساوس هامتون برصيد 23 نقطة